ملا عليك شنو أحويلك هاني بحذيك محلها كلمة نحبك محلها كلمة تونس كين فيقوا عليها تونس الأمل وتونس غضوة ذيفنا اليوم مش نحكيه معاه برش على غضوة لأنه المستقبل ماشي هكا في العالم ذيفنا اليوم هو سيوائل شوشين كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي سيوائل أهلا وسهلا بيك وإن شاء الله نهارك سعد لي صباح الخير صباح التفائل وشكرا على التفائل وصباح الاستدامة لكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية كنقولوا مكلف بالانتقال الطاقي برشا من مستمعينا خاصة من أبائنا وأمهيتنا ربما الكلمة هذي تعابير هذي أجديد عليهم شنو قصدوا بالانتقال الطاقي اليوم ولاي قبل ما نمر بمك الانتقال الطاقي حبيت نعرج على رمزية حضوري معكم اليوم كنت حريص أنه أول حضور إعلامي يكون على أمواج الإذاعة الوطنية أنا كنت مشقولها في نهاية اللقاي حياتي بديت بيها شكرا لك بالحق شكرا لكيس الحراري اليوم بلادنا هي الأخرى في حاجة إنها تمشي تنتقل طاقيا نفسروها المستمعين ثم نمشي أيضا للاستراتيجية والجهود الوطنية لتحقيق هذا الانتقال الطاقي الانتقال الطاقي هو انتقال باش نسهلوها من طاقة إلى طاقة أخرى من طاقة ولنموذج طاقة تقليدي يعتمد بالخصوص على الطاقات الأحفورية اللي هي الغاز والبترول إلى نموذج طاقي جديد يعتمد خاصة على الطاقات المجدة اللي هي عنا في تونس خاصة الطاقة الشمسية وتاقتريحة بلادنا اليوم شنو محذرت شنو الاستراتيجية متاحة للنهوذ بالطاقات المتجددة ولتحقيق الانتقال الطاقي شوف الانتقال الطاقي هذية ولا صحيح ضرورة مناخية كما قلت لكن ولا ضرورة أمنية وضرورة اقتصادية ضرورة أمنية علش باش بلادنا تنجم تحقق أمنها الطاقي وتقلل وتقلص من التبعية الطاقية ولكن أيضا ضرورة اقتصادية لما للاقتصاد الأخضر الآن من أثر على اقتصاد دولي واقتصاد بلادنا هنا بالخصوص شنو حذرنا وين باش نمشي الأثر الاقتصادي اللي كنت نحكي عليه باش يمكننا خاصة كما قلت لك من التقليص من العجز الطاقي اللي هو توفيت خمسين بالمئة من استهلاك الطاقة في تونس بشي ما كانتنا زادة من تخفيض من كلفة الدعم المخصص لقطاع الطاقة اللي هو لغلالدعم كبير وعنده أثر لحقيقة كبيرة على ميزانية الدولة يمكننا أيضا من تحسين الميزان التجاري وميزان دفوعات يمكننا أيضا بالتقليص من إرادات الغاز الطبيعي من الحفاظ على مدخر العملة الصعبة وكذلك يمكننا من تنمية اقتصاد أخضر في بلادنا وين ماشينا؟ ماشينا الهدف متاعنا مش نمشي القطاع الكهربائي هنا باش يكون النسيش الكهربائي متاعنا متمثل بخمسة وثلاثين بالمئة من التقات المتجدة في أفق الفين وثلاثين كيفاش باش نسلوله هذي؟ ممكن بالنسبة للكهربائي وبالنسبة للتقات المتجدة الوزارة والحكومة التونسية حتى ثلاثة أنظمة إنتاج للكهربائي من التقات المتجدة النظام الأول هو نظام اللزمات ما يعرف بالغيجيم دي كونسيشيون هذي نظام مخصص للمشاريع الكبرى اللي مية بالمية من إنتاج متاح الكهربائي يمشي للشركة التونسية الكهربائي والغاس وكي نقول مشاريع كبرى بالقانون هي مشاريع تفوق قدرتها 10 ميجاوات في الطاقة الشمسية و30 ميجاوات في طاقة الرياح لكن فعليا هي مشاريع تبدأ من قدرة 50 ميجاوات النظام الثاني هو نظام الترخيص وهو النظام اللي مخصص للمشاريع الصغرى والمتوسطة وكيف كيف الانتاج مية بالمية من انتاج متاحهم يمشي والاستيك والنظام الثالث هو نظام الانتاج الذاتي اللي هو مخصص للمواطن وأيضا للشركات للصناعة والفعالين الاقتصاديين التونسة باش ينتجوا الطاقة متاحهم ولا الكهربائي متاحهم عن طريق التاقات المتجد وهنا نحب نوضح اللي استحيح الاستراتيجية اللي توختها سلطة الإشراف تتمثل بالأساس على تركيز على المشاريع الكبرى اللي باش تمكننا باش نغطل الهدف اللي قلت عليه 35 بالمية في وفوق 2030 وهذا ما يمثل حوالي 4850 ميجاوات من القدرة المركبة شمالي القدرة المركبة؟ هو فما اذا كان هنا ممكن لغة تقنية شوية يزم انفرقوا ما بين قدرة وما بين طاقة يعني ناخذ مثال سهل إذا كان عنا محطة قدرتها 10 ميجاوات هذه المحطة باش تمكننا تقنيا من انتاج 10 ميجاوات في الساعة في ساعة من الزمن واضح هذه هي القدرة هي تحتسب بالكيلوات ولا بالميجاوات والطاقة تحتسب بالميجاوات ساعة ولا الكيلوات ساعة نحن أعطينا للناس الفوائد من استعمال الطاقات المتجددة سواء على الأشخاص أو على المجموعة الوطنية أعطيناكم ستا بعض الأرقام نجيل الأشخاص بما أنه مستمعين من المواطنين يهتموا بالموضوع هذي مع غلق فاتورة الظوة مع الانقطاعات متاع الظوة فالمواطن اليوم يهموا يعرف كي يستعمل الطاقة الشمسية كيفاش شنون المراحل اللي يتعدى بها هل أنه الدولة تشجعوا هل قد مش يربح نسبة الربح متاعوا شنون مش يوفر وقت لي يستعمل الطاقات المتجدة كيفين فهموه اليوم التونسي اللي العالم ماشي في الاتجاه هذيك واللي من أحسن استعملوا الطاقات هذيك العالم ماشي في الاتجاه هذيك والتونس ماشي في الاتجاه هذيك والمواطن توسي النجم يشارك بصفة فعالة في المجهود هذي في مجهود الانتقال التاقي والمجهود هذي والمسامة هذي بشيكون لها أثار كبير على فاتورة المواطن خاصة ولكن أيضا على الدولة وهذا الكله في مجهود كيما قلت مجهود نحو اقتصاد أخضر شنون ينجم يعمل المواطن بشي نسهلوا الأمور كيما تعرفوا اللاقطات الشمسية اللي موجودة فوق الاسطوحات المواطن ينجم يتصل بشركات مختصة ولحنا الحقيقة فرحانين برشا اللي ورفهم نسيج اقتصادي في الشركات المختصة هي كلها شركات خاصة هي كلها شركات خاصة الشركات اللي يتقوم بإنجاز المشاريع هذي هي شركات خاصة والأسعار سمحني مستش ديمقاطك هل أنه محدة للبلفون الدولة وإلا هي أسعار حرة أسعار بيع الكهربائي أسعار محدة ومدعمة كما تعرف في فاتورة الكهربائي لكن أسعار اللاقطات هو سوق وفيه عرض وطلب وفاما شركات تونسية تعمل وتستعمل لاقطات فاما اللاقطات المصنعة في تونس فاما اللاقطات المستوضة اللي جاي من البرة والمواطن عنده الاختيار والحقيقة اللي حابت نأكد عليه هنا اللي الحقيقة الباب في النظام هذي نظام الانتجاج ذاتي ولا نظام تراغيص الحقيقة الباب مفتوح للمستثمرين تونسة الكل وما فاما حتى السقف محدته الدولة التونسية للمشاريع هذي المواطن اللي يحب يستعمل التاقات البديلة يتواجه للوزارة فما ترخيص يجب ياخذوا لا لا أسهل برشا أسهل من هك لا يعني بالنسبة للإستاذاك الذاتي في المنازل يتصل لهم بالشركات المختصة وفما يعني مسار كامل تدخل فيه استيج تدخل فيه الوكيلة الوطنية اللي تحكم في الطاقة للتحفيز على المشاريع هذي بمنح وتدخل فيه كذلك بنوك يعني استيج قروض بقروض تمشي على فاتورة الكهرباء يعني المواطن مش هو بشي مشي للبنك هو مع الشركة اللي بشتعمل الخدمة إنجاز المشروع هي بشتلهي معها في كل شي مع استيج مع الوكيلة الوطنية اللي تحكم في الطاقة العينة مو ومع البنك اللي هو متعاقدة مع استيج لتوفير التمويل والتحفيزات اللي هم المنح في المشاريع هذي باي هذي مشينا الجانب المواطن للمستمعين اللي يسمعوا فينا تون مشيوا المأهم من هذي المشاريع الكبرى اللي تم إنجازها إلى حد الآن ثم مشاريعنا المستقبلية في إطار ديمال انتقال الطاقي المشاريع الكبرى اللي هي بشتمكننا كيما قلت البلوغ الأهداف متاعنا اللي هم 4.850 ميجاوات في وفوق 2030 شنوه عملنا التو تو وصلنا عن الحزمة الأولى من قدرة 500 ميجاوات لكن بالمشاكل وخاصة الظرف الدولي بالأزمات التي تعدين عليها أزمة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية أثرت لقيقة على المشاريع هذه الحمد لله اليوم وصلنا إلى حلول الحزمة الأولى هذه 500 ميجاوات وانتلقنا بأول مشروع كيما شفتوا يوم 8 مي أشرفت السيدة وزيرة التصناعة والمناجم والطاقة والسيدة رئيسة ديوين رئيس الحكومة على حفل وضع حجر الأساس لمحطة تطوين بقدرة سمحني محطة القيروين بقدرة 100 ميجاوات وهو أول مشروع انتلق فعليا من حزمة المشاريع الكبرى هذه بش نعطي بعض الأرقام من المشروع هذا هو استثمار يقارب 86 مليون دولار أي ما يعادل 270 مليون دينار تونسي والتمويل من البنك الأفريقي للتنمية والمؤسسة المالية الدولية تابعة للبنك الدولي هذا أول مشروع من الحزمة لكن ما فهمش كان المشروع هذا نفس اليوم يوم 8 مي وقعنا زوز اتفاقيات مشاريع مشروع تطوين بقدرة 200 ميجاوات ومشروع قفصة بقدرة 100 ميجاوات ونضيفو لهم زوز مشاريع أخرين في سيدي بوزيد وطوزر بقدرة 50 ميجاوات كل واحد اللي بش نتلقوا الأشغال فعليا في هذه الصائفة وهكا نكون كمنا الحزمة الأولى من المشاريع من قدرة 500 ميجاوات كين تلقوا في الصائفة وقتاش يدخلوا حيز التنفيذ ويبدوا ينجوا المعدل المعدل 12 شهر يعني الصائفة بعد عام الصائفة اللي بعد يبدوا ينجوا نحكي برشا على الطاقة الشمسية في بلادنا وبلدنا بلد الشمس ديما حاضرة طاقة الريح كيفاش نستغلوها إلى أي مداهي مهمة بالنسبة لنا كطاقة بديلة طاقة الريح موجودة وتونس عندها مينة الكافية من طاقة الريح اللي زادة تمكننا من إنتاج الجهرباء من هذه الطاقة وهنا ننتقل للبرنامج اللي متواصلين فيه اللي هو بعد 500 ميجاوات هيدم عنا برنامج جديد بقدرة 1700 ميجاوات على الثلاثة سنين القادمة في 1700 ميجاوات هيدم برنامج متعنا فيه 1100 ميجاوات من الطاقة الشمسية و600 ميجاوات من طاقة الريح وهذه بجيكون طلبات العروض متتالية على ثلاثة سنوات القادمة منهم الدفعة الأولى ننتظر إن شاء الله قبول قبول العروض فيها يوم 30 مي يعني يوم الأسبوع القادم لقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية كنقولوا قبول العروض هي مواجهة للتونس والعالم لليزابيل دوف خمتها أنا شركات ديما نتعاملوا معاهم تتيازات يعني يهمنا من البلدان الغربية أو السينة ولا غيره لا هي الحقيقة التجربة جديدة وشركائنا الكل مفتوح يعني هذه طلبات عروض مفتوحة على العالم الكل يعني ما عنيش شركاء خصوصيين نتعاملوا معاهم اللي نطلبوه بالتباعة هي الكفاءة الفنية لإنجاز مشاريع كبرى والقدرة المالية لإنجاز هذه المشاريع الكبرى يعني كنت لقاوا العروض نحن نشوفه إذا كان العروض هذه تتماشى مع هذه المعايير مفتوحة يعني للعالم الكل ومفتوحة أيضا للمستثمر التونسي إذا كان إذا كان بإمكانه يعني يتشارك معا الشركة عالمية لها الإمكانيات أو له هو الإمكانيات للإستثمار فالباب مفتوح لناس الكل نحن تحدثنا على الجهود الوطنية على الاستراتيجية متعنا قنا من هنا لألفين وثلاثين قادرين ماشيين أشوات في إطار الانتقال الطاقي اليوم سواء هل يجوز أن نخمه بطريقة عكسية يعني إذا شجعنا الناس على استعمال الطاقات البديلة وإذا تكثف استعمال أكل لوحات هذه كوالينا نستغلوا أكثر من لازم هذه الطاقات اللي يعطينا ربي معناها ما تنجمش بعد نوليو أن نمشيو في اتجاه عكسي هو الحقيقة الحمد لله اللي مزلنا في البدايات والسؤال هذا لا يطرح الآن لكن بتبيعة قاعدين نغزر وينمشيين وهون الأول سؤال اللي يجبنا نطرحوه يعني هو قدرة الشبكة على استيعاب هذه المشاريع الكبرى والصغرى والمتوسطة وهنا نحب أن نفرق ما بين المشاريع الكبرى اللي الانتاج متاحة يمشي يمشي لشبكة نقل الكهرباء يعني الجهد العالي والجهد المتوسط والمشاريع الصغرى مشاريع الانتاج الذاتي مثلا اللي حكيت عليهم اللي هنا يمشيوا في شبكة توزيع الكهرباء يعني حتى الشبكات التأثير مش هو بيدو لكن بتبيعة نحنا نغزروا العشرة وعشرين وثلاثين سنين القدام والشبكة وقدرتها على استيعاب هذه المشاريع واللي نجم حاليا يمكنها استقطاب 2500 ميجاوات من التقات المتجدة في حاليا ولكن بالتبع نحنا بدنا في الدراسات والاستثمارات في الشبكة ولكن ايضا في التكنولوجيات الجديدة اللي تسمحنا ايضا لإدماج هذه التقات المتجدة والمتذبذ باللقيقة في الشبكة مثلا نقعدين نعمل على مشروع كما تعرفوا ربط كهربائي بين تونس وإيطاليا وهذا من شأنه تدعيم الشبكة وخلق فرص تبادل بين الضفتين قاعدين نعمل على تطوير وتجديد منظومة التحكم في الشبكة الكهربائية من خلال مشروع الشبكة الذاكية مع شركة تونسية الكهربائية والغاز وهذا يمكننا من التحكم في الطلب نعمل أيضا على تعزيز خزن الكهربائي عن طريق تركيز مشروع الضخ والتربنة وهو مشروع في الشمال الغربي قاعدين ناخد معليه بقدرة 400 إلى 500 ميجاوات ونعمله كذلك على إدراج بطاريات الشحن في الشبكة في شبكة نقل وتوزيع الكهربائي ناخد مزيدة كذلك على سائرات الكهربائية بصيفة تدريجية قاعدين ناخد متوع على الأليات والأطار التشريعية الملائمة والتي تمكننا على المدى المدى المتوسط والبعيد من استبدال الأسطول متاعنا وهذه صحيح عندها أثر مناخي ولكن أيضا أثر اقتصادي وبشكوننا أيضا وسيلة للخزن هذه السيارات لأنها الحقيقة بطاريات منتقلة بالضبط وتمكننا يكون بالتحكم في الطلب وملائمة الطلب مع إنتاج الكهرباء لما تأتي متاقات المجدة اللي حكينا عليه معناها من هنا إلى 2030 تونس كيفاش تنجم كيفاش تنجم تتصنف عالميا في المستوى هذي أو على الأقل على المستوى شمال إفريقيا لأنه نعرف اللي المغرب جيرينا عملوا أشوات في هذا المجال ريتنا المحطة متاحهم في الورزازات بمعنى أكبر محطة في شمال إفريقيا وقتين هل المحطة متاعنا هذه المحطة الفوتوظوئية اللي ما زالك عملنا الصفقة متاع أنجاح الجزء الثاني من المشروع أحداثها مش تكون أكبر من محطة المغرب وهل فما تعاون بين بلدين على أقل المغرب العربي في هذا المجال شمال إفريقيا هو بالأخص قاعدين نتعلموا من تجارب السابقة من دول الجوار وجينا ممكن في فترة من أحسن الفترات لأن نستمر فيها في التقات المتجدة كان قارنوا الكهرباء المنتج من التقات المتجدة في المشاريع الموجودة حاليا في المغرب هو كهرباء غالي جدا تم إحداثه عنده عدة سنوات وعنده تأثير صحيح إيجابي على الاقتصاد المغربي ولكن إن شاء الله بشيكون عنا تأثير مشاريعنا بشيكون أكثر إيجابية خاصة على المستوى الاقتصادي اللينا يعني اللي قاعدين ماشيين فيه ولا التماشي متانا ماهوش المشاريع الكبرى أو العظمى خاطر عنا شبكة ما هيش متماثلة كل بلاد وعندها حتى مساحتنا زي دا مساحتنا مختلفة وشبكتنا مختلفة وهذا الكل ولذلك دراساتنا عطاتنا اللي يلزم نمشي فيه مشاريع اللي نحن نسميها مشاريع كبرى اللي يمكن مقارنة بدول أخرى تظهر مشاريع متوسطة إما نحن فرحانين به كاتوين فاخرين به بطبيعة يلزمنا يلزمنا نشوفوا النسبة اللي نحب ونمشيولها اللي هما 35% في 2030 و50% في 2035 من نسيجنا الكهربائية آخر سؤال سواء لو أنت مسؤول شاب وانا نفرح برشاك نلقى الشباب في مواقع معنيها كبيرة متاع مسؤولية تشريك الشباب في هالمسار هذي متاع الانتقال الطاقي الستارتابر اليوم التكنولوجية الحديثة الذكاء الاصطناعي خلق مواطن الشغل من خلال مشاريع هذية الكبرى اللي كنت تحكي فيهم ما مدى حضور الشاب التونسي في التوجه هذا والاستراتيجية هذا وأيضا نعلم في سوق الشغل هو كما قلت الباب مفتوح للجميع في هذا البرنامج برنامج الانتقال الطاقي وأنا متأكد ومتفائل اللي من نجمونا نشفه في برنامج الانتقال الطاقي هذا كان بتضاف الجهود وكي نقول تضاف الجهود يعني السلطة يعني المجتمع المدني بشبابه يعني المواطنة التونسي يعني المواطنات الوطنية والنقبية وكذلك النسيج الاقتصادي للشباب أو ما يعرف باللي باللي استخداب في التكنولوجيات الحديثة اللي عندها أثار كبير لأنه كما كنت نحكي منها التقات المتجدة هي تقات متذبة ودخال التكنولوجيا في هذه المنظوبة عنده أهمية كبيرة ولذلك الباب مفتوح لكل المبادرات يعني تكسحة نشكرك بارشا سواء الشوشين كتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي إن شاء الله انتقال موفق لتونس نحو طاقات بديلة ومتجددة تهزنا نحو مستقبل أفضل لبيئتنا لبلادنا مش تقول تونس ديما خضرة وديما متميز شكرا لك مجددا على الاستضافة ويظهر لي من نجم نخدم كان بيوم سعيد يومك أسعد لي إن شاء الله بتوفيق والنجاح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة